بعد الخسارة أمام جمعية الشلف يواصل شباب الوزداد التحضير للدرب العاصم أمام الجار نصر حسين داية ورقا في الموضوع لحسين عرقاب سعيا من نادي شباب الوزداد لتجاوز الخسارة الأخيرة أمام أولمبي شلف لحساب الجولة الواحدة والعشرين من المحترف الأول موبيليسة وتحقيق نقاط ضمان البقاء عاد الجيش الأحمر والأبيض لترتيب صفوفه استعدادا لموقعة الدرب الذي سيجمع أبناء العقيبة بنصر حسين داية الجمعة المقبلة هذا من خلال العودة إلى التدريبات الجدية بعد الراحة التي نالها اللاعبون عقب لقاء الجولة الماضية وبعيدا عن غياب الحارس مالك عسلى لارتباطه بتربص المنتخب الوطن المحلي لارتباطه بتربص المنتخب الوطن المحلي ومتوسط الميدان زكريا دراوي لانشغاله بمعسكر المنتخب الأولمبي إلا أن المعنويات تبدو مرتفعة بالرغم من صعوبة المهمة التي تنتظر التريقة خاصة وأن الكل يبحث عن نقاط لقاء الجرين والاستفادة منها بين اللاعب على البقاء من جانب الملاحة وضمان ذلك من طرف أبناء العقيبة وهو ما أكده لنا مدرب الفريق أهلا مشال حاله حال مدرب الحراس إدريس دي كيماش الذي رأى بصعوبة المهمة نظرا لحالة الفريقين في البطولة المحترفة الأولى مبيليس ولأن الدربية عادة ما تتسم بالحرارة الزائدة بين الأنصار فضل محمد درق مهاجم شباب الوزداد البعثة برسالة للجمهور مفادها أن الغلبة تكون للأقوى على الميدان لا على المدرجات وأنه على الأنصار مساندة فرقهم بالاحترافية لا بالهمجية ومن هنا إلى موعد اللقاء تركنا شباب بالوزداد يعمل بهدوء حاله حال نصر حسين داي إلا أن الأهم أن الجمعة المقبل سيكون يوماً للاستمتاع بمباراة ستجمع بين كبيرين من كبار الكرة في الجزائر